كيفية شحن غاز التكييف في سيارتك وأنواعه يمكنني تقديم بعض المعلومات العامة حول كيفية شحن غاز التكييف في سيارتك وبعض الأنواع المشتركة للغازات التي تستخدم في انظمة التكييف للسيارات. يرجى ملاحظة أن شحن غاز التكييف يتطلب مهارات فنية وأدوات خاصة، ومن الأفضل دائماً الاستعانة بفني مؤهل للقيام بذلك لتجنب أي مشاكل أو تلف لنظام التكييف. كيفية شحن غاز التكييف في سيارتك تحقق من نوع نظام التكييف، تأكد من نوع نظام التكييف في سيارتك. أغلب السيارات الحديثة تستخدم غاز الفريون R134E، في حين كانت السيارات القديمة تستخدم غاز الفريون القديم R12، ولكنه تم إيقاف استخدامه لأنه ضر بطبقة الأزون. افحص نظام، تأكد من أن نظام التكييف لسيارتك لا يوجد به تسريبات أو أعطال أخرى قبل شحن الغاز. قد تحتاج إلى استشارة فني مؤهل لفحص النظام بشكل صحيح. احضر الأدوات، ستحتاج إلى أدوات خاصة لشحن غاز التكييف، بما في ذلك أنبوب الشحن والمقياس والزجاجات المملؤة بالغاز. شحن الغاز، قم بربط أنبوب الشحن بصمام الضغط على زجاجة الغاز، واتبع التعليمات المحددة لشحن الغاز بدقة. قم بفتح الصمام ببطء ورقب مقياس الضغط للتأكد من عدم زيادة الضغط إلى مستويات غير ملائمة. افحص النظام مرة أخرى، بعد شحن الغاز، قم بتشغيل نظام التكييف وتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح، وأن درجة حرارة الهواء المنبعث باردة. أنواع غازات التكييف غاز الفريون R134E هو أحدث نوع من غازات التكييف وهو يستخدم في معظم السيارات الحديثة، ويعتبر غير ضر بطبقة الأزون. تم تطويره كبديل لغاز R12 القديم. غاز الفريون R12 كان يستخدم في السيارات القديمة، ولكنه تم إيقاف استخدامه لأنه يسبب تآكل طبقة الأزون. نظراً لأن شحن غاز التكييف يتطلب الكثير من الحذر والاخترافية، من الأفضل لاستعانة بخبير مؤهل لفحص وشحن نظام التكييف في سيارتك. قد تختلف إجراءات الشحن والأدوات المستخدمة اعتماداً على نوع نظام التكييف في سيارتك وتشكيلتها. ترجمة نانسي قنقر